النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير لجميع المتابعين في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية منطق صارب نهار اليوم الأحد ارتفع درجات الحرارة بشكل ملموس كنتيجة لامتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو منطقة بلاد الشام عمل على هبوب الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية كانت نشطة سرعة ومثير الأترب والغبار وعملت هذه الرياح أيضا على ارتفاع في درجات الحرارة حيث ساعدت أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وكانت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام تأثيرات منخفض البحر الأحمر ستتراجع اعتبارا من يوم غد وتعود وتنخفض درجات الحرارة لتبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية معتدلة مجددا تعود الأجواء المعتدلة نهارا والباردة النسبية ليلة فاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة التي سنبدأ بهذه الخرارة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع يوم الأحد منخفض البحر الأحمر يمتد يدفع بهذه التيارات الجنوبية الشرقية والشرقية التي عملت على ارتفاع على درجات الحرارة لكن يوم الأثنين بإذن الله تتراجع هذه الكتلة الهوائية الحرارة نسبيا بعيدا عن المملكة وتبدأ تيارات غربية ذات درجة حرارة أقل مما سجلنا خلال يوم الأحد وتنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأثنين اليسود تقص معددل خلال ساعة النهار لكن بارد نسبيا خلال ساعة الليل بإذن الله يوم الثلاثاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة حيث تستمر الأجواء معتدلة خلال ساعة النهار باردة نسبيا خلال ساعة الليل وتستمر أيضا درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن ترتفع نسب الرطوبة السطحية خلال ساعة الصباح الباكر من يوم الثلاثاء وتنتشر كميات من الغيوم في عموم المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية والتي قد تعمل على هطور بعض زخات من الأمطار الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر كنتيجة كما ذكرنا لانتشهر كميات من الغيوم المخفضة نستعرض الآن وإياكم الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان لثلاثة يام القادمة يوم الاثنين 26 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية خلال ساعة الليل انخفاض واضح على درجات الحرارة مقارنة بيوم الأحد يوم الثلاثة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 24 درجة مئوية كحرارة عمومة الصهرة 16 درجة مئوية أما يوم الأربعاء 25 إلى 16 درجة مئوية نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 19 رطوبة منخفضة كنتيجة الاستمرار لهبوب الرياح الشرقية الجافة أما الرياح تكون شرقية لاتجاه خفيفة إلى معتدلات أسرع تفاصيل حالة جوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية اليوم الأثنين نبدأها شمالا أجواء صافية بشكل عام المفرق 30 إلى 16 درجة مئوية إربط 29 إلى 18 جارش 29 إلى 18 أيضا أما عجلون 27 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى نبدأها من الزرقاء 30 إلى 18 درجة مئوية عمان 26 إلى 16 البلقاء 26 إلى 17 مأدبة 27 إلى 17 والبحمية 33 إلى 26 درجة مئوية نتجل الآن جنوبا نحو الكرك طاق الصافي 26 إلى 16 طفيلة 26 إلى 15 معان 29 إلى 16 الشوبك 23 إلى 13 والعقبة 35 إلى 24 درجة مئوية نختم نشرتنا بتوقع تجوية المنطقة الشرقية الأزرق 34 إلى 17 الصفاوي 34 إلى 15 ورويشت 34 إلى 18 درجة مئوية إلى أن تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر